سيدة الناب أيمن محسب هل القائمة المغلقة المطلقة هي السبيل الوحيد لتحقيق التمييز الإيجابي لعدد من الفئات من المواطنين المنصوص عليها في الدستور؟ يعني هل هي دي الطريقة الوحيدة ولا يؤخذ في الاعتبار أيضا ما سينتج عن القائمة النسبية؟ هي مش فكرة الطريقة الوحيدة هي الطريقة الأنسب يعني ما بنقولش إنها المثلة ولكن إنها الأنسب لظروف مصر وطريقة تداول الانتخابات في مصر والعملية الانتخابية وما شابها إحنا بنتكلم على إن العوارة الدستوري قد يكون مزعج جدا للبرلمان بعد تشكيله وبعد انتهاء انتخابه وبعد الانفاق الكبير الذي يتم العملية الانتخابية ونزول الناس وتعطيل المصالح العامة والاستقافة اللي بيحصل للدولة عشان العملية الانتخابية من أهمية البرلمان طبعا ولكن إنت بتقول هذا النظام يمثل أو هذا النظام القائمة المغلقة المطلقة يمثل تكوين الأحزاب هي عبارة عن إيه؟ ما هي عبارة عن نص البرلمان الأحزاب هم من يختارون في المسئولية كبيرة يعني مش كل واحد عايز ينزل بينسل لا الأحزاب بيحصل بينهم تقالف هذا الاتلاف بينتج عنه أن كل حزب يرشح أفضل من لديه ويترك الأقل من وجهة النظر الحسبية لأنه ينزل فردي وبالتالي إحنا بنتكلم على أن كوادر الأحزاب والأحزاب هي المؤسسات الحقيقية المسؤولة عن الحياة السياسية في مصر ورؤية الحزب تختلف كثيرا من رؤية الفرد كل حزب له جمعية عمومية له وهيئة عليا له ما شابه بيبقى لهم اختيارات واضحة جدا في من يمثلهم وبالتالي المفرقة الحقيقية للسياسيين هي الأحزاب هي اللي بتوجه لذلك يبقى القائمة المغلقة هتحقق أفضل من لدى الأحزاب في الاختيار هتحقق سهولة الانتخاب بشكل سريع جدا زي ما قلنا لفئات الشعب منهم من سياسي ومن يتعلق بالسياسة ومنهم من ينزل لمجرد التصويت لأنه عنده حق الانتخاب ولكنه سياسي لا يدري منهم اللي بينزل يعني يجهل القراءة وربما الكتابة وبالتالي سوف ينزل إلى الرموز القائمة المغلقة تحقق هذه الألية وبسهولة تم انتخاب اتنين برلمان عليها دون أي إشكالية وبهدوء شديد وكانت النتيجة أن البرلمان بيؤدي بشكل جيد البرلمان اللي فات نفس الكلام الحقيقة دون أي عوار وتساهم في تحقيق التمييز الإيجابي ما فيش شك ما فيش شك يا بو تساهم في ذلك احنا قلنا شفنا لأول مرة عدد كبير من زاوي الهمم زاوي المتحدة العاقة موجودين معنا شفنا كثير جدا جدا من مصري بالخارج شفنا شباب ممثل شفنا عدد غير مسبوك في تاريخ كبيرة مصر العربية من المرأة وبالمناسبة الفئات دي كنا يعني متخيلين نكون أداءهم مختلف أداءهم قد يكون أحسن بكثير من الفئات المعتددة تعيد وبالتالي أنت ترى أن القائمة المطلقة تؤدي الغرض في مسألة تحقيق التمييزي هي الأضمن والأنسب وهي القائمة الدستورية إذا كنا عايزين نشوف شكل أكثر ديمقراطيق بعيدنا بقى نعدل الدستور ونبتدي نترك العملية الانتخابية على مصر العية هذه القائمة هي من تحقق بها هو مطلوب داخل الدستور المصري يعني هل أنت تصف القائمة النسبية بشبهة عدم الدستورية؟ لا على الإطلاق ما قصدش كده ولكن تحقيق هذه النسب من القائمة النسبية هو اللي فيه خطورة وده حصل في برلمان سنة 2011 أعتقد لما حصل القائمة لم تعطي هذه النسبة تم طعن على هذا البرلمان وتم حل تمام